تعرف ايه هي الحاجات اللي لو اختفت من الطربة خالص النبات دي هينهار ويموت تعال اقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مصطفى عوضة مهندس زراعي تخصص علوم الاراضي والبيع موضوعنا النهاردة يا صديقي عن العناصر الغذائية الاساسية للنبات او البيلانت اسنشيال نيترانس تبقاه هو صديقي العنصر الغذائي بخصصات العنصر الغذائي يا صديقي هو اي عنصر النبات دي هيحتاج سواء بقى الكمية كبيرة او كمية صغيرة طبعا هيحتاجه عشان ينمو ويتطور ويتطور بشكل طبيعي تب لو العنصر دي صديقي قلق او اختفى في الطربة هيحصل ايه في الحالة دي يا صديقي النبات هيظهر عليه اعراض نقص وممكن النبات دي ما ينمو اصلا ولا يكبر في الاخر يمو وطبعا تقسم العناصر الغذائية دي تبقى صديقي العناصر الغذائية الكبرى وعناصر الغذائية صغرى تبقى هي صديقي العناصر الغذائية الكبرى العناصر دي تلي اللي النبات بيحتاجها بكميات كبيرة جدا زي الكربون الاكسوجين الهيدروجين النيتروجين الاكسوجين الفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم طب وقى هي العناصر الغذائية الصفرى يا صديقي دي العناصر اللي النبات بيحتاجها بكميات صغيرة جدا او نادرة زي بقى البرون والكلورين والحديد والمانجانيز والكوبل والزينك او الخرصين والموليبدينام والنحاس وبكده صديقي يكون الفيديو خلص ولو هيجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك واشتراك لأصدقائك علشان يستفادوا زيك ولو مهتم بالمواضيع دية استنان الفيديوهات جاية هنكلم فيها بشكل اعمق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته